أسس شاب مع زوجته أول مصنع مصري لساعات اليد والحائط وبدعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات استطاع تطوير منتجاته لينافس بها المستورد أول مصنع لساعات اليد والحائط في مصر هكذا يصف عمر مكرم مشروعه الذي بدأه مع زوجته قبل ثلاث سنوات فكرة صغيرة تحولت إلى واقع كبير ومصنعين يعملان بلا انقطاع في إنتاج أكثر من مئة تصميم بدأنا بتصنيع الساعات الحائط كلها كان عندنا الأول 14 موديل دلوقتي عندنا فوق الميت موديل الساعات اليد كنا بدئين برضو تجميع بعدين دلوقتي بدأنا نصنع أول ساعة مصر اتعملت خلاص قريدة نزلت السوق كمان والمنبه برضو كان يعتبر احنا أول ناس عملوا منبه في مصر وده برضو أنتجنا موديلين ونزلوا قريدة السوق والحمد لله كويسين احنا أساسا كنا بنستورد يعني احنا بداية الموضوع معنا كان الاستراب ايه اللي خلانا تجي للتصنيع ده كان نتيجة الصروف السياسية والاقتصادية اللي مرت بها البلد يعني احنا عندنا في مجالنا القرارات الجديدة اللي طلعت بتحجيم الاستراب تعويم الجنيه اداني مساحة ان انا اقدر اجازف واشتغل النهاردة الاول كنت بجيب الساعة ارخص من تكلفتها في مصر النهاردة لا انا ببيع بنص تكلفة المستورة الدعم الذي تلقاه عمر من جهاز تنمية المشروعات مهد له طريقة لبدء مشروعه ومن ثم التوسع فيه ومنحاه الثقة بالدعم الفني والتقني من شروط الترخيص الاول ان احنا نروح الجهاز وناخد حاجة جواب من عنده اسم قانونية المكان ولما هم عرفوا ان انا مشروع تصنيع كان فيه اهتمام كبير جدا ودخلوني كذا مكان كذا دي بارتمنت كذا غرفة يعني موجودة وبدأوا يشرحوا لي الحاجات اللي موجودة في الجهاز بس كان بدايتها التمويل بعدين كان فيه دعم فني كان فيه قرصات بيدوها فيه نقطة البيع الدولية كانت حاجات كلها مهمة ليا فداد انا دفع في الاول ان انت عندك جهاز كامل فيه ناس متخصصة جدا درسوا المشروع بتاعت ووفقوا عليه اللي عجبني اكتر من التمويل او اللي حسيت فيه ان فعلا انت لما بتخش الجهاز بيبقى فيه حد جنبك حد سندك ما بعد التمويل اولا ما بعد التمويل فيه متابعة دورية من الجهاز للمشروع فده بيكبرك ان كل شوية تبقى باصص كويس اوي انت فين وباقيت فين ينافس عمر بمنتجاته كما يقول الساعات المستوردة من الصين والهند ويسعى مع شركته في الحياة والعمل ان يصدر هذه الساعات الى دول العالم وهي خطوة يرى انه اقترب من تحقيقها اشتركوا في القناة